بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة هذا لقاء جديد في سلسلة الدفاع عن الحبيب صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام قلت ذات مرة أتمنى أن يكون هناك كل يعني كل واحد مننا أن يقدم شيء لهذا النبي الكريم لأننا جميعا سنلقاه يوم القيامة والله تعالى سيسألنا عن هذا القرآن وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون ماذا قدمتم لهذا الكتاب العظيم ماذا قدمت لخدمة دينك الحنيف ماذا قدمت في الدفاع عن هذا النبي الكريم على الأقل أن تنشر كلامه أن تنشر سنته أن تنشر الكلام العلمي الذي جاء به أيها الأحبة أول رجل في التاريخ دعا إلى البحث الطبي من خلال حديث كثيرة أرسى أسس الطب الحديث أول رجل هو محمد صلى الله عليه وسلم ربما تعجبون في القرن السابع الميلادي ارجعوا إلى القرن السابع الميلادي حيث زمن بعثته الشريفة عليه الصلاة والسلام كان الناس يذهبون إلى المشعوذين والسحرة والكهان وكان المريض يلجأ إلى هذا الساحر فيقرأ عليه بعض الكلمات التي لا معنى لها ويكتب له بعض الأشياء ويعطيه ربما يعطيه غذاء يضره أو يعطيه شيء يضره فيموت المريض هذا كان هو الطب في زمن النبي عليه الصلاة وكان القليل من الطب الصحيح مثل الشفاء بالعسل وغير ذلك النبي ماذا قال عليه الصلاة والسلام في القرن السابع الميلادي ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء صلى الله عليه وسلم روه البخاري هذا الحديث العظيم أيها الأحبة يؤكد وجود شفاء لمختلف الأمراض والطب الحديث اليوم يعمل وفق هذه القاعدة كل الأوبئة التي تصيب البشر كل الأمراض في الطب هناك قاعدة أنك إذا بحثت عن علاج لابد أن تجد هذا العلاج وبالفعل كل يوم يكتشفون أدوية جديدة وطرق جديدة وأساليب جديدة للعلاج والشفاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء وأمره قال التداوى وعباد الله فعندما يأتي رجل في القرن السابع الميلادي يأمر الناس بالتداوي ويأمر الناس بالبحث عن الشفاء يشجعهم ويقول لهم انظروا كل هذه الأمراض لها شفاء ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله فمعنى ذلك يعني هذه الدعوة صريحة من النبي عليه الصلاة والسلام للبحث الطبي للبحث في علاج الأمراض يعني الطمأنك أن هناك علاج وهناك شفاء ولكن أنت ابحث طيب هذا النبي يستحق أن نصوره صورة تافهة فاشلة لا معنى لها نكتب فيها أنه كان يشجع على الخرافات والأساطير يعني هل هذا يصح في حق هذا النبي الكريم طبعا أيها الأحبة اليوم علماؤكم يا من تستهزئون بهذا النبي علماؤكم من يطبق هذا الحديث في البحث الطبي الحديث في علم الطب يطبقون هذه القاعدة ما أنزل الله من داء إلا وأنزله شفاء في ألمانيا قامت مختبرات ماكس بلانك بإصدار بحث عن النسيج الكوني وقالوا إن الكون هو عبارة عن نسيج حبك بإحكام مذهل ويدعون أنهم هم أول من اكتشف هذا النسيج الكوني ويدعون أن القرن السابع الميلادي كان علم الفلك متخلفا جدا صحيح كان علم الفلك متخلف وكان القرن السابع الميلادي زمن الأساطير ولكن هذا النبي تحدث عن النسيج الكوني وعبر عن ذلك بكلمة واحدة قال والسماء ذات الحبك والعلماء يسمونه اليوم كوسمك ويب نسيج كوني ويستخدمون كلمات مثل كلمة ويف يعني حبكة يستخدمون كلمات للتعبير عن حقيقة توزع المجرات في هذا الكون لأن شكلها يشبه النسيج المحبوك طيب من من الذي يعني تحدث من هو أول رجل تحدث عن النسيج الكوني إنه محمد صلى الله عليه وسلم الذي تتهمونه بأنه كان يشجع على الخرافات والأساطير يعني هذا كلام غير منطقي أنتم يا من تستهزئون بهذا النبي تفتخرون أنكم أول من اكتشف بدايات الكون وبدايات تشوء الكون من خلال أن هذا الكون كان كتلة واحدة ثم انفجر طبعا لا يوجد انفجار لأنهم عادوا وقالوا هو التضخم مفاجئ وليس انفجار نسيتم أن من أنزل عليه القرآن وهو النبي صلى الله عليه وسلم أنبأ عن هذه الحقيقة بدقة مذهلة قبل أربعة عشر قرن واستخدم الكلمات الصحيحة أنتم تستخدمون كلمة انفجار وهذه الكلمة غير علمية على الإطلاق لا يمكن لانفجار أن يولد هذا النظام الانفجار يولد الفوضى انظروا ماذا قال الله تعالى يخاطبكم يا من كفرتم بالله وجحتتم هذا الخالق العظيم ولم تعترفوا بوجود خالق في أبحاثكم يقول لكم أولم يرى الذين كفروا الخطاب لغير المسلمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا نسيجا محكما محبوك كتلة واحدة ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون أيها الأحبة والله إن هذا النبي الكريم له أحاديث وله كلمات يعني تدعو للتأمل هذا النبي الكريم في زمن كان الخمر يشرب كان أهم من الماء الخمر كان أهم من الماء بالنسبة لحياة الناس لو كان هذا النبي يريد الشهرة والمال والجنس والنساء والسلطة لماذا يحرم عليهم الخمر كان الأجدر به أن يجلس ويشرب معهم الخمر هذا حال الدكتاتوريين كل الدكتاتوريات المجرمين الظلمة هل رأيتم إنسان يريد الشهرة والسلطة والمال والجنس لا يشرب الخمر ويحرم الخمر بشدة النبي حرمه وقال يعني النبي لعن في الخمر عشرة لعن شاربه وحامله وعاصره ومعتصره إلى آخره ليحذرنا من شر هذا الخمر وتأتي المجلة الطبية البريطانية في القرن الحادي والعشرين لتؤكد أن القليل من الخمر يؤدي إلى مشاكل في الجنين تشوهات في الجنين ومشاكل في السرطان الأمعاء وال يعني السرطانات مختلفة يسببها الخمر أيها الأحبة النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله وحرام لذلك أيها الأحبة لا أطيل عليكم أرجو من كل ملحد لديه صمم في أذنيه ألا ينتقد الأصوات الجميلة أرجو من كل ملحد لديه عمن في بصره ألا يهاجم الصور الرائعة أرجو من كل من لديه زكم في أنفه ألا يعترض على الروائح العطرة فصورة سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ستبقى مشرقة بهية رائعة مهما حاول المشركون والملحدون التشكيك فيها يمكن أن ترسموا صورة مسيئة ولكن لن تستطيعوا تشويه هذه الصورة في قلوب المؤمنين ملياري مسلم اليوم يحبون هذا النبي أكثر من حبهم لأنفسهم وأهلهم والناس جميعا إذا كان لديكم القدرة حرفوا كلمة واحدة من القرآن لن تستطيعوا أيها الأحبة شويهوا صورة هذا النبي في قلوب المؤمنين وليس في الشوارع هذه لا قيمة لها لذلك أيها الأحبة الله تبارك وتعالى يقول وهذا أفضل رد وأبلغ رد على كل من يحاول أن يشوه صورة الإسلام يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر